بلا موعد بلا سابق إختار نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في الأنبار تحديدا قاعدة عين الأسد في المحافظة حيث يتمركز هناك آلاف الجنود الأمريكيين الذين وجدوا نائب رئيسهم يزورهم وكأنهم في إحدى الولايات الأمريكية في عرف السياسة والسيادة وبروتوكولات الدول لا يحدث هذا إلا في دولة محتلة لا تملك حكومتها أي سلطة على أرضها لكن في واقع العراق الجديد يمر الحدث روتينيا خصوصا أن بينس لم يفعلها وحده فقد سبقه به ترامب وبذات الطريقة آخر كانون الأول 2018 وكذلك لم يلتقي بأي مسؤول حكومي لم تجد حكومة عادل عبد المهدي من حفظ ماء الوجه بود فخرج مكتب رئيس الحكومة بالقول إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى العراق متفق عليها كيف؟ ربما قبل هبوط طائرة بينس بدقائق يسترسل البيان الحكومي بمحاولات التجميل فيتحدث عن مكالمة هاتفية بين بينس وعبد المهدي تغني عن كل ما سبق أهم ما بدى بالزيار إعراب الرجل عن قلق واشنطن من النفوذ الإيراني في العراق وقوله إنه أخذ تعهدا من عبد المهدي بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وهي العبارة التي أخفلها البيان الحكومي كما تجاهل عدم معرفة رئاسة جمهورية بالأمر كله وبصرف النظر عن قشر الزيارة وانتهاكها الواضح لسيادة ذاك المصطلح الذي وجد صداه في رؤوس المتظاهرين ووقف جامدا أمام بينس وغيره فإن مضمونها يأتي بتوقيتها الحرج وزاوية الصراع التي تطبق على المنطقة كما لم يفت شركاء العملية السياسية إدانة الزيارة وارتداء ثوب الدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها ترى كيف لأحدهم أن يدين زيارة مسؤول أمريكي ويغفل تدخل النظام الإيراني تصطدم المفاهيم وتحرف المعاني بين محتل قادم وفاسد حاكم لا يملك حتى أمره وبين شعب خرج بالساحات وسيستجيب له القدر طال الزمن أو قصر اشتركوا في القناة